اشتركوا في القناة والتي آلت وتأول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة وتكوين مجلس إدارة لها شارك سعادة سفير خدم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم الاثنين في حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بمباني أكاديمية الأمن العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية والذي يجيء برعاية رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وأكد السفير في تصريحات صحفية أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة خطر الإرهاب والجريمة وجدد وقوف المملكة مع السودان ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه أكد وزير الطاقة والتعدين خير عبد الرحمن أن الكهرباء تمر بأزمة معروفة ومشهودة وأصبح هناك نقص في إنتاج الكهرباء مقارنة بالطلب العالي في الفترة الأخيرة وقال خيري أن أسباب ذلك تعود إلى التوسع السكني الكبير وزيادة لقعة الزراع الموجودة والاهتمام بالاستثمار وعودة عدد من المستثمرين للسودان بالإضافة إلى جيحة كورونا أغلقت القوات المسلحة المداخل المحيطة بالقيادة العامة شرق الخرطوم اليوم الاثنين وذلك قبل ساعات من إعلان الفقوم الجديدة ونوهت لدارة العامة للمرور مستخدمية طرق التي تم إغلاقها باتخاذ طرق بديلة للدخول إلى الخرطوم ترجمة نانسي قنقر